اهلا بحضراتكم في لقاء مختلف مع نجم مختلف تقلق في عالم السكواش ورغم اعتزاله قرر ان هو يفضل مع الناس بصوته الحلو احنا النهاردة موجودين مع رامي عشور بنحتفل معاه بصدور اغنيته الجديدة اكلم مين ازاك يا رامي اهلا بسلام ازاك اهلا جيد عامل ايه الحمد لله تمام مبروك اول حاجة تانكي ورسيعة كلمة الحلو ده تانكي يا رامي في الاول عايزين اتكلم معاك عنك بقى رامي عشور انت اعتزلت لسكواش ومن زمان قوي انا عارفة ان انت عايز تغني فعملت كذا اغنية واخيره ما هي اكلم مين لكن كلمنا في الاول عن فكرت تغني ازاي مين قالك صوتك حلو والله من انا صغير بقى خالص يعني اعطت لعب سكواش سبع عشرين سنة بس فقدت انه عين ست سنين فكنت من انا صغير في النادي وفي التمرين وكده بقى اصمع مزيك وانا بالعب طول الوقت يعني ومالله ده كبر معي لحد ما بقيت العب يعني طواطل العالم بقيت العب وانا على طول داخل بمزيكة فهدان ابويا كان اول واحد بيقعد يشجعنا على الفن عمتا وربانا على عبد الحليم ومحمد فوزي وسيد درويش واسمعين ياسين يعني كل الناس القديمة كنا نتفرج على فيلم قديمة دايما ودايما بيسمعنا المزيكة ويقعد لنا بص اللحنة ده بص الطريقة دي بص بيقول ازاي فا احنا كبرنا في بيت فني تقريبا وبرده يعني انا دايما فخور ان عمي المايسور كبير عمد عشور في الأوبرا فكن دايما بغني لهم في الاعداد في البيت وكده دايما بغني لهم وكده فلا يعني من زمان الموضوع حاسه كان فطري يعني موضوع ما كنتش لو جيت فوقت قلت طب يالله بقى انا اغني ان طول عمري بغني مش فاكر امتا جيت قلت لأ انا اغني بجده حياتي كلها عايز اغني بجده لا انا عارف ان انا يوم ما هعتزل انا عارف ان انا يوم ما هعتزل انا يوم ما هعتزل انا هعتزل اي بس اقول المشاهدين ان انت بطل العالم تمن مرات سينيرز ودونيرز وفرق يعني اي حد بيبقى عامل بطولات دي كلها التطور الطبيعي لانهو لما يخلص او يعتزل او بيمرن انت قررت اتمرن عندك الاكاديمية بتاعتك وكبان دلوقتي بتغني فلاقيت ناس ما تقولك صاحب بلين كدب طبعا 100% وانا دليمت بالماغي انا مش عايز حاجة تيجي على حاجة بس اللي انا عارفه في حياتي او اللي انا عرفته في حياتي من خلال السكواش او السكواش عرفني انا اقدر اعمل ايه انا احسيت انا اقدر اعمل حاجة تانية بعد السكواش 100% وفي نفس الوقت السكواش يعني مستو ان هو بيخليك تقدر تتحكم في نفسها تحت الضغط او تستحمل الضغط فلما بتعمل حاجتين مع بعض نفس الوقت وهم الاتنين انت داخل دايس على البنزين على الاخر خالص فيهم لو انت مش هطير تستحمل الضغط مش هتعرف تنجح ولا بدا ولا بدا فانا على قد ما بقدر للوقتي بحاول اماشي الاتنين مع بعض عشان انا بحيب الاتنين ولا قدر اعمل السكواش بس ولا قدر اعمل مازيكة بس وفي نفس الوقت اعمل السكواش بشكل مختلف انا عندي اكل مازيكة لسكواش انا اخوي ونعلم اولاد فيها وفي نفس الوقت انا عندي المازيكة برضه وعنده التمثيل فما فيش اي مشكلة خالص يعني انا تامر حسني بيقلف ويكتب وبيلحن وبيغني وبيخرج وبيغني وانت كمان بتعمل كده وهنتكلم عنده انا ما يعملش صبعا عنده زيه وباسم ما ما شاء الله عليه انا بقولك انا ما اعمل حاجتين دول وعايز اركز في حاجتين دول جدا وعايز اثبت لنفسي ان انا قدر اعمل حاجتين دولا لكن انت كمان بتكتب وبتلحن ويمكن وبتنتج كمان يعني اغنيكة خلينا اتكلم عن اخر اغنية اكلم مين والفيديو كليب بتاعها الاول عايز اعرف انت اللي كتبت الكلمات مع تاريهان الاتريفي وهي الحانك وانتاجك جات منين الفكرة وخفت ولا لا انك تنتج حاجة لنفسك والله يبصي فكرة جات مني ان انا انتج لنفسي دي انا كنت مرغوم ده انتج لنفسي انا ما كنتش مزاجي بعد اول اغنية احلى بداية بعد كده بقى انا كان لازم انا انتج لنفسي عشان انا لسه في الاول ولازم انا انفزت في نفسي قد ما اقدر فطبعا الموضوع كان ريزك لكن الناس بتعرف ان الموضوع ده شوية زي ما انت قلت هو ريزك يعني موضوع مش تهل وخلص كتير وفلوس دي انا بهدلت بها مش تعبت بها في حياتي في الليها عرق وتعب واصابات وابس انداونز يعني بهدلها بمعنى جوعيات وبصق يعني قصدي عشان اعمل اخد الخاطوة دي موضوع مرعب وعادينا الناس اللي في المجال عارفة انت لما بتعمل اغنية واحدة الاغنية دي بكام لما حد بيكتب لك ويلاحن لك ويوزع لك ده غير بقى او هتعمل ماركتنج بعد كده لنفسك في اي حاجة فالموضوع مكلف جدا فانا دايس على نفسي على الاخر برضو دايس على البنزين برضو على الاخر عشان انا بقول لك انا ما عملتش مزيكا دي اكتر حاجة بتبسطني اكتر حاجة تطلعتني من الدبريشنز كتير اوي حاجات انا كنت متدايق اوات كتير اوي في حياتي مزيكا بتخليها ابتسم مزيكا بتخلي ده متحسسيني بأمل في حياتي مزيكا بتخليها عرفة الوحدي فحسيتنا انا بحط استثمار في حاجة ليها معنى او حاجة صحة بس طبعا اكتر اكتر اكمل كده حياتي كلها انا ان شاء الله عايز اظهر بشكل معين عشان اثبت وجودي بالشكل اللي يليق بالامج اللي انا حطيتها اللفسي انت عارف ان النهاردة انا شفت الاغنية على يوتيوب لقيتها محققها خمسمائة وستسين الف فيوز انا نفس الصبح عادة الموضوع ده اه اه حاجة لزيزة انا بصي طول ما انا بتقدم ان شاء الله لو بي واحد زيادة او انا برضو مش عارف برضو مني منك بصراحة هي فيوز ولا يعني بنكسب وبنخسر ازاي برضو يعني انا الرياضة كنت بكسب وبخسر بكسب محدش بيتكلم بخسر انا ما بكلمش خالص وبروح لحد برجع اكسب تاني المزيكة او الفن بتتعامل ازاي بتكسب ارقام ولا فلوس ولا ايه اللي بيحصل لما تقول ايه ده ده كسب يعني بتتعامل ازاي دي فميسا حالة حانها بس الارقام جزء من الانك كبير بتكسب ايه ايه اه ايه وخلي بالك انت الاغنية بقلها قد ايه على يوتيوب ما بقلهش كتير اربط لها في النهات حقل الرقم ده ده كبير او نص مليون فيوز ده الحمد لله الحمد لله اه مصور جدا جدا بحاجة زي دي وده بيبقى دايما التعالي طب انت تعمل حاجة هتبقى فنان قوي تعمل حاجة انت بس بتحبها وما بتكش ضعب الناس ولا تعمل حاجة الناس برضو حبها شوية فتبقى تبالنس دعني أتكلم عن كلمات الأغنية الأول هي فيها حتة كاتشي قوي انت كتبت الأغنية كيف يلهمك وانت كتبت الأغنية؟ والله كنا كنا كتبتها أنا و بريهان في الأول وبعد ذلك قبل ما أعمل بعد ما وزعنا الأغنية مرة فغيرت الأغنية كلها وحطيت الكلمة الإنجليش دي من أن أنا بجد أحس أن أقدر أقولها لايئة يا لايئة لا أحسنت أنه إذا كنت أقول لك إذا كنت تمامي لا أحسنت أن هناك شيء غلط وكلمة كيوت كل الناس دلوقتي بكل الطبقات تستخدمها بالضبط بالضبط ودلوقتي الدارج أكتر دلوقتي أنت ممكن تقول الإنجليش في عرب زي ما هو من بره يقول حبيبي ويقول حاجات دي في الأغنية والإنجليش فإحنا ممكن نستعمل كلامهم برضو عادي يعني ممكن تقول من كلمة من هنا على كلمة من هنا ده يدي لون يدي طعم ولكن ما تبقاش لكي نتحاول تكون مختلف تروح أي شيء فتبوز مننا خالص هذا الصعب أنت شاركت نجوم كبار في حفلات كبيرة مثل النجمة طبعا عمر الدياب ويمكن عمر الدياب من الناس في الحقيقة أنا بشوفها فرصة حلوة قوي إنك لما تبقى مستجل مع عمر الدياب دي حاجة كبيرة جدا وأنت كمان عملت حفلتك في أمريكا فقل لي بقى ردود الفعل من حد لسه بيحاول يغني جنب عمر الدياب لحد خاصة وأنت دلوقتي لك أغنيك لك الكاركتر بتاعتك أنت فلقيت ردود الفعل عملت كبيرة والله أنا مش كنت بحاول أغني والدنيا كلها نفسها تغني جنب عمر الدياب حاجة لأي حد يحلم بها أنا لما طلعت أغنيني جنب عمر الدياب قاوت من هو عارف السكواش وعارفني كويس وبيحب السكواش جدا ومركز وعنده مع السكواش في بيته ويعني الرجل الرياضي أكتر من أي حد فينا فهو عشان عارف السكواش فشافني كنت في بيته فقال لي تعالى وغني فطبعا الموضوع مخيف بالنسبة لي جدا أنه هو يجي للجرء أنه يقول لي غني ما أنا ممكن بوازل الدنيا برضو ومش عارف برضو إلا هيحصل فالحمد لله أنا عرفته والدنيا مشيت كويس وأنا محبه جدا أنه محب مزكته ومحب أغني وحافظه حتى يعني دي برضو محدش ما كان أخذ باله منها وهو بيقول لي بيقول لي هو غنى اللي هي أيام وبنعيشها عني زوكا أمي الصعيد أنا عمل إيه يا قلبي في الناس ما هماش ناس ما فيش أحساس ومش بيحسوا بجروحنا بديد ما أنا هنحوشها عشان مش صح نبضى بني بنسعت الفرق بنخاف يريد نخصب على رحنا فهو بيقول لي بقى فهو بيقول لي إيه؟ عارفة تقول إيه؟ قلتوا عارفة قولي ده عايزة قوله ده أنا حافز ده أنا عندي في قطي ما أجد بالكلمة فهو رح تماما نكمل بقى اللغني فهو شخصية بصراحة يعني ليه كل الاحترام والتقديري يعني مشوار كمان كبير يعني التكلم عن مشوار وأكتر منتكلم حتى على أغانيه وعلى التعب اللي تعب وهو صغير أنا أحب الحاجات دي أحب البهدلة دي في الأول وعين الإحساس ده عشان أنا كنت بلعب سكواش بسا أنا صغير كلمت عن الفترات اللي وقعت فيها والجلك اكتئاب خلينا قولي الإصابة يمكن هي طبعا إصابات الخسارات لما بتخسر أو يمكن الإصابة أوحش الخسارة يمكن أن تعرف أن أنت تماما والصحية كويسة وهترجع حاسس أن أنت مرتاح أكتر دلوقتي وأنت بتعمل الحاجة اللي أنت بتحبها أو حاسس لسه بنفس الإحساس سؤال صعب قوي سؤال صعب قوي سؤال صعب قوي يعني أنا مش عارف أقول كيف بصراحة رده مالوش رده واحد سؤال حلو وصعب أنا كنت أفكر أن الدنيا بقى لزيزة وهنهزر بقى بطلت الشكواش فهنهزر لا خالص لقد أطلعت أنهزم قدستلن بردو جدا وأنا بقى المزيكة جدا فنقيت بقى لما وضوعها كمان صعبته فإن أنا 24 ساعة ساعة سأعمل جديدة هل سأعمل إيه؟ إيه اللذيذ؟ إيه اللذيذ؟ إيه اللذي مختلف؟ إيه اللذي عليك ويمشي؟ من يديك نصايح؟ تأخذ رأي مين؟ أبوي أومبي طبعاً أنا أقوم بعمل مزيكة بسمع لهم أبقى نفسي دائماً في الابروفل منهم أنا أعرف أنه يأتي وقت أنا أقول حاجة مختلفة أو متأكد أنه ممكن أن يأتي أحبها وأنا حبيبة هم يقول لي إيه؟ هل حصل أبقي؟ أبوي أوبي أبوي أوبي أبوي أوبي حيث أن يحصل لأنه يجب أن الدنيا تتغير المزيكة تتغير والنورماليتي تتغير إنك تبقى نورمال أو تقول حاجات عادية قوي الناس بقيت عايزة تقول تسمى حاجة جديدة كما أي حد تلع زمان قال حاجة مختلفة فإيه ده؟ أنت أخوك نجم كبير طبعاً هشام عشور نجم كبير في السقواش ويغني ويقلد ويعمل حاجات كثيرة قوي هشام كتلة مواهد نحن نجيب هشام معنا إن شاء الله وهشام دلوقتي يمثل أيضاً فأنت أخذ رأيه هشام في أغانيك؟ أخذ رأيه هشام لأنه أيضاً لديه أشعر يحس بشكل معين وليلي طبعاً أخذ رأيها كويس جداً وإنجي أخذ رأيها الشريف علي صاحبي أخويا كل الناس الذين حوالي أحمد دانش صحابة يوسف علام عمر الدروي يعني فيه كم حد حوالي هؤلاء هشام يجب أن أخذ رأيه أول ما أفكر أيمان عباس أيضاً عمر مانسي يمكن أن يكون مانسي من الناس العارف قوي لا وحش ممكن أن يكون مانسي بيزنس وايز أيضاً يتزيك ويبقى عارف لا هناك أشخاص يباني عليهم من غير يقولوا لا أه فتعرف كده أنها وحش أولاً لا يجب أن أفعل شيئاً هناك أشخاص يباني الانرجي يتباني كدين كان عندها أغنية قبل كده مليونير فممكن أنتو الاثنين تعملوا شيئاً مع بعضاً والله نفسي نفسي بس لو هي ترضى بس هي الفكرة أن هي لازم تبقى حاجة تنفع عشان برضو وحنا نفعش نعمل أي حاجة كده فأقول لك أما هي طبعاً عشان في العيلة وكده يعني برضو ما ينفعش نعمل أي كلام ولازم يبقى حاجة لها معنى وحاجة تبقى بجد حلوة قوي عشان الكلام ده ما نطلع وحاجة تبقى بجد حلوة قوي وحاجة تبقى بجد حلوة وحاجة تبقى بجد لها معنى فلازم بس نبقى مخلين بالنا طيب رامي هنلعب مع بعض اللعبة دلوقتي هقولك أسامي وانت توجه كلمة للإسم اللي أنا أقوله لك عملي دياب تاريخ نلي كريم بساطة هشام عشور جرأ محمد عشور باباك م Off مام谷 كل حاجة في العالم والله العظيم كل حاجة فكل حاجة كل حاجة من التساعدكم في الأكادمية مام لا أحب الناس هنا ولا أسمع الناس برار لا يوجد لسه مسألة الأعلى لذلك أنا لسه أكتشف معي إدانتيتي أو هذا بالضبط سبقى إيه؟ بالضبط في المزيكة أنا قربت لسه أدور عليها نفسك توصل لعالمية كما وصلت لعالمية في السكواش؟ جدا ممكن أسمعك أن تتغني بالإنجليش بعد ذلك؟ بصي أنا لدي مشكلة في الإنجليش لأنني أبقى معوك شوية أنا أشعر أنني كده ليس ناشف أشعر أنني أطاري كما غني فأنا لا أحب الجودة لكن يجب أن أتمرن لكي يطلع طبيعي أو تشارك حد في أغنية مثلا؟ بالضبط بالضبط أنا أحب العربي قوي بيأثر فيها المقبات الشرقية بتحركني جدا أحب الإنجليش ومسمع الإنجليش ومسمع يوربيان ومسمع جزائري ومسمع ليبيا ومسمع كل المزيكة لكن الذي يحركني قوي قوي العربي طيب رامي أنا سأسألك سؤال كده يسألوه في الإنتربيوز بس أنا أريد أن أعرفه منك يعني كمان خمس سنين شايف نفسك فين؟ كمان خمس سنين شايف نفسي فين؟ شايف نفسي حاكتين عندي يعني اللي أنا أريد أن أصل له دايما في حياتي هو الصحياتي تبقى كويسة والمانتل بيس هذا اللي أنا أريد أن أصل له في حياتي دايما وطبعا أكيد أنجح لكن قبل لا أرى أنجح وغير لو أنك لديك سلام نفسي وصحيتي ليس كويسة أنا أشعر أن أكتر حاكتين أنا لقيتهم في حياتي بيهم أنت غاني جدا بصراحة فأرى أن أرى أنفسي فين بالحاكتين اللي موجودين عندي وأن أنا أبقى مش أناني يعني أن أنا أبقى بنجح وأشارك هذا النجاح مع الناس اللي حوالي طيب أي عرب أغنية لقلبك من أغانيك؟ بصراحة أثنين آخر واحدة الأول اللي هي أكلمين دي والأولية والتاني واحدة أفطلنا كتير طيب سمعنا أكلمين نعم ماشي طيب الله يمكن أن أقول لكم بقى كمان كوبلاي ما تزيلش في أكلمين يلا بينا دي برضو حاجة ممكن سيبنزيلة هقولها كده في أصلاغنية هي بتبتدي بـ أخدتني في اللحظة من غير ولا صوت أنا عندي ملاحظة شي سوباريكيون مش شايف في غيرها طيب أروح أنلمين طيب أروح أكلمها والدا كلمين جمعت الجرأة ولقيتني بروح بتقدم خطوة وأنا روحي بتروح وخلاص هحكي لها جيها حد غريب من قدها أخدها طل عليها حبيب هاتولي بقى حد كبير أكلمه هي في نبوها دي أنا فاهمه دا كل الناس حسين بحيال وهي على حصة لأنا بعمله هاتولي بقى حد كبير أكلمه هي في نبوها دي أنا فاهمه دا كل الناس حسين بحيال وهي على حصة لأنا بعمله الله يا رامي خطيرة شكرا رامي هل يمكن أن أرى أن تلحن لحد أخرى؟ لا أعلم بالصراحة ممكن ممكن جدا ساعات بأعمل أغاني أنا أحساسها قوي لا أعرف من لأنني أتأثر بكل الجيل أو الجيل التي تسمعها نقول تامر و شرين و ساموزين كل الناس من صغير نسمع أغاني كثير جدا وهناك كانت أغاني أغنية واحدة ولكن أعلمت معنا جدا فأنا أقوله لا كنت أسمع كل شيء ممكن أن أقول أي أغانية من الأغاني القديمة لأي حد القديمة اللي هو الجيل الذي أنت عارف قصدي عليه سأقولها لك أقولها كلها فلا يعني ممكن نشوفك بتلحن ممكن ممكن نشوفك بتمثل يمكن معنى اللي قدام أو لا أو تمثل في المطلق شعر ينفع ينفع والله مستقلة وجاء لي فرصة حاجة أنا بجد إلى الله اللي لايق علي وليس ستبوز أن أغني وأصلا عندي شيء في السكواش فأنا لا أريد أن أغوز فقط الشكل الذي أضعه أو الإمج ما في ما يعمل لو شيء تلي أعلي نعم نتمنى لك التوفيق يا رامي نحن مبسطين جدا أنت كنت معنا النهاردة ونتمنى لك مزيد ومزيد من النجاحات ونسمع أغاني كثيرة وإن شاء الله نحضر لك حفلات كثيرة شكرا 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 مشاهدين على حسن المتابع ونشوفكم الحلقة الجاية